السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا اليوم الأحد 27 ثمانية آب أغسطس طبعا القمر اليوم استقر في برج الجدي ورح يظل موجود في برج الجدي لغاية الساعة 2.31 دقيقة من عصر يوم الاثنين لا ينتقل القمر بعديها لبرج الدلو اليوم برضو في عنا اللي هو انتقال المريخ اللي رح ينتقل من برج العذراء لبرج الميزانة الحلقة صارت موجودة على القناة ياريت الجميع يتابعها لأنه فيها معلومات مهمة طبعا القمر الآن زي ما حكينا موجود في برج الجدي وبما أنه في برج الجدي معناته اليوم منعود لطبيعتنا الجدي مننتبه أو منحاول إنجاز عمل متراكم ومننتبه لأعمالنا منجد أنه الأمور ما بتصير معنا بسهولة ممكن تسيطر علينا روح التشاوم أو على البعض مننا علينا الاجتهاد أكثر وبواسعنا الشروع بعمل جديد أو شراء تحفي أثرية أو البدء بحمية أو الاهتمام بمسائل تتعلق بالتأمين أو شركات التأمين بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا عندنا اليوم ذروة زاوية بطيئة هي زاوية التقابل السلبية اللي بين الشمس وبين زحل اللي ذكرناها في حلقة يوم تسعتاش ثمانية وقلنا إنها هاي مستمرة من يوم تسعتاش ثمانية ليوم أربعة تسعة ذروتها اليوم سبعة وعشرين ثمانية الساعة ثمانية وسبعة وعشرين دقيقة صباحا وهاي الزاوية بتخلق مصاعب وعرقيل بتحتاج منا لبذل جهد وتصميم وإرادة لتجاوزها تجعلنا أنانيين قاسيين عنيدين بتعرضنا لبعض الصعوبات في إنجاز مشاريعنا وإنعكاس وإنقلاب بأوضاعنا علينا مراقبة صحتنا المهددة بالإرهاق برضو بالدل على تراجع اهتمام حكومي ما بمؤسسات الدولة وتراجع المنتوج الفلاحي وقطاع التعدين والمناجم والصناعات الثقيلة وبصير في بعض الاضطرابات في البورصة وقلة اهتمام الحكومة بدور العجزة والمتقاعدين والفلاحين وعمال المناجم وبرضو بهذه الفترة بصير في نوع من أنواع تضييق الخناق الأمني على الشعب وهذا الشيء ممكن أنه يحدث بعض المضاعفات أو المواجهات أو الملاسنات كما أنها بتزيد من نفوذ المحافظين والمتطرفين والمتعصبين لدى بعض الجماعات المتطرفة بالنسبة للحدث اللي رح يصير اليوم طبعا هو انتقال المريخ لبرج الميزان اللي شاهدنا بالفترة الماضية لما تواجد المريخ في العذراء قلنا أنه هذا برج ترابي بتكثر الحرائق وبترتفع درجة الحرارة وبصير في نوع من أنواع أشياء لها علاقة بالخلل المناخي وتقريبا واجتداد واحتدام مع الزوايا اللي صارت اللي هي الأعمال العنق الآن بده ينتقل من برج ترابي لبرج هوائي ورقم طبعا انتقاله رح يكون الساعة وحدة وتسعة عشر دقيقة بعد الظهر بعد ظهر يوم سبعة وعشرين ثمانية ورح يستمر تأثيره ليوم خمسة يعني الساعة خمسة وثلاث دقائق من صباح يوم اتناش عشرة يعني هو من سبعة وعشرين ثمانية لأتناش عشرة رح يكون موجود في برج الميزان في أحداث كثيرة في الحلقة ياريت المهتمين اللي حابين يعرفوا إشتاثيرات المريخ في برج الميزان على جميع الأبراج يحضروا الحلقة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون ذروتها الساعة ثنتين وسبعة وخمسين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش منهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولها كأنها مشاكل نائحنا ومنحاول أنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية تمنحنا العطف والمودة نحظى بالشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجاحات مادية كما أنها بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بتتركز جهدكم نحو العمل والعلاقة مع المسؤولين بوسعكم إثبات جدارتكم والمحافظة على إنجازاتكم القائمة ولكن اليوم ما بينفعكم العناد والتحدي حتى لو اشتدت الضغوط حاول أنك تبرر عملك ما تتغيب عن عملك أيضا وإظهر مهارتك ممكن تكون الظروف معقدة شوي أو صعبة وإنت طباعك وأفكارك مشتتة وعصب نتيجة الغضب والإضطراب عشان هيك ضبط العصاب مطلوب ممنوع اليوم المجازفات والمغامرات ومخالفة القوانين برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة وبتزداد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم أهم شيء إنه ما تجعل أي شيء يحبطك هذا اليوم اليوم في تطورات غنية بالفرص المناسبة وبتنحصر عواصف الأيام الأخيرة وبترتفع المعنويات وبتطمئن خواطرك نسبيا هذه فترة مناسبة للسفر ولوردشات العمل وللعلاقات مع الأجانب وأمور إلها علاقة بالأوراق والمعاملات القانونية وفترة جيدة للامتحانات أيضا برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة تحديدا والفرصة متاحة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية أهمش إنك ما تتشبث بمواقفك المتصلبة وبدك تكون مرن وبمتسم بدك تلاقش بليوني ودبلوماسية اتكلم وعبر عن آراءك بجراءة وثقة وعن سابق معرفة وحاول إنك تبدأ يومك بروح رياضية أيضا برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بينصب اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفة يعني أجواء جيدة وممتازة على هذا المستوى ومناسبة أيضا للقيام بعمل مشترك ولكن لا تنسى أن القمر موجود مقابلك يعني طاقتك ضعيفة والأجواء ممكن تكون بالنسبة لك ولنفسيتك متوترة فبدك تركز بشكل جيد وما ترتجل الأجواء فيها بعض الضغط نسبيا مسؤوليات كبيرة فهدئ من روعك وما تنفعل برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بيبدأ العمل بالتراكم لديكم مع هيك أنتو عندكوا قدرة على إنجاز قسم كبير منه أهمش أنه ما تهمي لصحتكم هاي فترة تعتبر فترة عمل جيدة فحاول أنك تكون أكثر انضباط وتنظيم ممكن تنشغل بأمور صحية أو رياضية فبدك تحافظ على استقرار وضعك الصحي وما ترهق نفسك بشكل كبير ممكن تقلق بشأن أحد المعاونين أو أحد الأصدقاء وبرضو ممكن يكون في عمل جديد برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء تشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للنشاط الفني أو نشاط بهواي ماء أو إشيء لعلاقة بمظهرك العام هذا اليوم بيحمل أجواء سحرية ومفاجآت سعيدة بتكون نظرتك للحياة متفائلة وممكن تندم على تصرفاتك الأخيرة أو تحاول ترتيب بعض الأوضاع فترة بناءة وإيجابية برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بتفضلوا التركيز حول شؤونكم البيتية والعائلية وبوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم بتبدو اليوم مضطرب مرهف الحس بعض الشيء وممكن تشعر ببعض الارتباك أو تغضب بسرعة فبدك تجنب الخصام والجدال كليا ومن المحبذ عدم إلقاء اللوم على الأحباء في أعمال وفي إنشغالات منزلية اليوم فعشان هيك تطلب منك تركيز وضبط الأعصاب برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بتكثير عندكم الاتصالات والتنقلات اليوم وهذا اليوم يعني يعتبر من الأيام المناسبة أو الممتازة لا اجتياز امتحانة وجراء مقابلة وبتتمتعوا بسرعة بديهة وخاطر وسرعة إقناع عالي جدا باستطاعتكم مناقشة الأمور الصعبة وطرح الأفكار الجديدة ممكن تحصلوا على فرصة جيدة تبرروا من خلالها مشاعركم ومواقفكم وبتنشطوا بالتنقلات والاتصالات أيضا برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس اليوم في فرصة إلها علاقة يعني لمكسب مالي إلها علاقة أو يعني بتيجي عن طريق عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يحصلوا على هدية أو جائزة ممكن تحتاج لمساعدة جهة ما أهم مش إنك ما تتكبر يعني الحركة تقريبا إلى القمر إيجابية فتعمل لصالحك وبتسهل أوضاعك ولا تسمح لأي شخص بإنه يغشك وبدأك تكون حريص على أموالك وممتلكاتك وتعزز وضعك المالي قدر الإمكان برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم تبدأوا فترة إيجابية بتعيد لكم نشاطكم المفقود وبوسعكم السيطرة على زمام الأمور عاولوا إنكم تبحثوا عن أي شيء جديد اليوم ابحثوا عن بعض الأمور المميزة لأن الأجواء يعني تقريبا منه الإيجابية بتعيشوا فترة واعدة من الأفراح والنجاحات وتعتبر هاي فترة لازم تدخل فيها بعض التنويع لحياتك الشخصية في انفراج وفي تسوية أيضا اليوم برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا القمر موجود في بيت المتاعب بتصبروا يومين يعني فبتشعروا بالتعب بنال منكم وبتفقدوا رغبتكم في مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها حاولوا إنكم تخلدوا للراحة هاي فترة محبطة وفارغة تماما من كل خبر وحسم حاولوا إنها يعني هاي الفترة بسلام ممكن تواجه ضغوط وعراقيل وامتحانات صعبة أو ممكن تخسر صفقة تجارية أو تحزن لخبر إذا ما كنت منتبه بشكل جيد فعشان هيك ما في داعي للتسرع ولا اتخاذ قرارات حاسمة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتنشطوا اليوم اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة بتميلوا للتواصل مع الآخرين وممكن تنجح في حشد تأييد أو دعم لقضيتك بتتحمس للقاء الناس وللتعارف وبتسافر أو في بعضكم ممكن يسافر أو يهتم بموضوع ألها علاقة بالسفر أو تنضم لجمعية أو تتعاون أو تهتم لشؤون أقارب الشريك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء